بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أربعة أشياء توقف المصيبة قبل أن تصل إليك كما يقول علماؤنا الأعلام أولا الصدقة حاول يوميا أن تدفع صدقة خصوصا لسلامة صاحب الزمان سلام الله عليه فالصدقة تدفع القضاء المبرم أي أن المصيبة قد كتبت في اللوح المحفوظ أن تنزل فيك وفي أهلك أو في بيتك أو في عملك فتدفعها الصدقة الأمر الآخر الاستغفار كثرة الاستغفار ولو مئة مرة في اليوم استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة بالمال والبنين وإلى غير ذلك فالاستغفار يدفع البلاء الاستغفار يمحو الذنب الذي يوجب البلاء الذنوب توجب البلاء وتوجب المصيبة ولكن الاستغفار يمحو الذنب وإذا ما محي الذنب محي معه البلاء الذي يترصدك نتيجة الذنب الأمر الآخر صنائع المعروف أي عندما تعمل عملا صالحا لأحد من الناس فالله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عنك لماذا؟ لأنك أدخلت السرور في قلبه وما كان لتدخل السرور في قلب أحد من الناس والله يدخل الحزن في قلبك نتيجة بلاء معين مستحيل ما دام تكثر من العمل الصالح وتدخل السرور في قلوب الآخرين تساعدهم تقضي حوائجهم تنظر في أمورهم وتساعدهم إلى الوصول إلى مبتغاهم فيشعرون بالسرور ويشعرون بالراحة والسعادة فمن المستحيل أن يجازيك الله سبحانه وتعالى ببلاء تشعر بعده بالحزن والضيق والهم والغم فما جزاء الإحسان إلا بإحسان مثله فالله سبحانه وتعالى كما أدخلت السرور على قلب فلان فإن الله يبعد عنك البلاء ويحوله بالعكس إلى نعمة نازلة عليك فتشعر بالسرور من أدخل السرور في قلب مؤمن أدخل الله سبحانه وتعالى السرور في قلبه كذلك الأمر الآخر هو الدعاء كثرة الدعاء فإن الدعاء أيضا يدفع البلاء عندما تدعو دائما بالعافية يا رب سألك العافية ودوام العافية وجميع العافية في الدين والدنيا والآخرة فإذا أنت قدمت الدعاء فإن البلاء يتأخر بل إن الله سبحانه وتعالى يبعد عنك البلاء ولكن لا تنسى أبدا الدعاء لأنه إذا لم تدعو نزل البلاء ثم تدعو فإما أن يذهب البلاء وإما أن لا يذهب وإما أن يكون فترته قصيرة أو أنه يطول ولكن إذا كنت كثير الدعاء فإذن البلاء يكون بعيدا لأن البلاء يدفعه دفعا قبل أن ينزل بل إن الله سبحانه وتعالى نتيجة الدعاء لا ينزله أبدا فإذا هذه الأمور الأربعة تدفع المصيبة قبل أن تصل إليك بشكل حتمي كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام الصدقة الاستغفار صنائع المعروف مع الناس والدعاء برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة